شهر الأول لاستنام المسؤولية كانت هناك حملة إعلامية منظمة لمنعنا أن ننجح في أي شيء نطق رئيس الحكومة حيدر العبادي أخيراً ولعل في هذه الكلمات ما يجد تفسيراً للفق الذي وقع به الرجل المزهو بانتصاره العسكري ويريد أن يتوجه بمكاسب سياسية حرمته منها ميليشي الحجد على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن استدرجته لتحالف لم يدم ساعات مع تكتل الفتح الذي يتزعمه هادي العامري الطامح بكرسي رئاسة الوزراء وعليه بات العبادي حيران أسفى يبحث من هنا وهناك عن آخرين يوافقون على انضمامهم لتحالفه لخوض الانتخابات بعد انفراط عقد الإتلاف الذي ظنه ورقة رابحة بصراحة دعينا إلى تحالف واسع في العملية الانتخابية حتى نقلل من هذه المؤاخلات وهذا الصور معروض أمام الكتلة السياسية أنا أدري متحضرين الجماعة وأنا قلت لكم منذ السابق أنه جماعة حدين شاتشينهم ينتظرون أي عملية رابية حتى يستغلوها وتتقاطع معلومات سياسية تشير إلى أن إيران كانت وراء استدراج العبادي لعقد التحالف مع الحجد لتحرجه بعد ذلك بوقت قصير بعد أن قدم لهم عروضا سمح فيها لقادة الميليشيات الموجودين في البرلمان بخوض الانتخابات القادمة رغم وجود قانون يمنع غيرهم وتصور العبادي أنه استطاع أن يكسبهم لجانبه لكنه فشل بطبيعة الحال يجب أن يكون القرار سياديا عراقيا ما بي تبعي لأحد وهذه قضية جوالية وأساسية نعم يوجد اتهام هذه الكتلة تتبع الشرق هذه الكتلة تتبع الغرب نحن نجمعهم على قرار سيادي واحد لنقوي القرار السيادي العراقي نحن مو ما عندنا رؤية مو ما نرى الأمور نرى الأمور نعلم هذا ربما يميل لهذه الدولة هذا يميل لتلك الدولة نجمعهم على توجه واحد وهذا هو التوجه الذي ندعو له لكن لميليشيات الحجد على ما يظهر أجندة أخرى تحاول أن تعزل العبادي عن رئاسة الحكومة والتوجه نحو أغلبية نيابية تسيطر الميليشيا بها على الساحة السياسية على حساب باقي الكتل هذه التي تدفع لتأجيل الانتخابات وهي تعرف تماما رفض الميليشيات من جهة ورفض العبادي من جهة أخرى تأجيلها وطموح الأخير بولاية ثانية يقسم فيها المقسم طائفيا ويبقي على الفاسدين باعترافه ويخرج بوجه جديد مليء بالتناقضات يقول العراقيون أنه لا يختلف سوءا عما هو موجودا حاليا